موسيقى السلام عليكم اهلا بكم النهاردة حلقة جديدة من اللقمة هنية الخميس الخميس دايما كالعادة مع حضراتكم طبعا ده اول خميس بعد الاجهازة الطويلة فلازم نعمل عزومة ولكن عزومة الخميس دي لها كذا تركيبة كده معي انا شخصيا واكيد مع حضراتكم لان العزومة لو عملناها بكرا مش نلحق نعملها فلازم نعملها الخميس عشان اقول النهاردة ان شاء الله كده يعني مثلا دلوقتي لساعة واحدة ونص وخمسة لو عملنا العزومة على اخر اليوم فنلحق نعملها مكانش كده بكرا ان شاء الله بعد الصالة وبعد مسابقة لقمة هنية زي ما انتم عارفين ممكن نقدر نعمل العزومة فيبقى معاناة النهار كله او يوم ونص بمعنى الكريمة هتعمل نبقى العزومة انا مش عايز برضو اجا اعمل العزومة واعد افرش ريش وانطلع فق اكلات كتير واحد رعين من رمضان فازقنا بالطبخة شوية مثلا انا عايز اعمل حاجة تكون جديدة لحضراتكم ويكون برضو مميزة ومش مكلفة كتير وفيها سر طبخة انت تقدري تبقى مميزة ما بين كل حبيب وكل جرانك لو جدنا سادر دي كرومي كامل وحشناه بالفراخ المفرومة ومعه خضار ولفناه وشوحناه وسويناه الموضوع اكيد يختلف تنامنا بس يكون معك حاجة جديدة غير الرز من الخلطة ممكن تكون شعرية الموضوع يكون فيه حاجة مختلفة النهاردة طيب الطبقة التانية لو عملنا طواجن دبابيس مع الخضار اكيد الموضوع يختلف وممكن نديله سوس ديمجلاس وممكن نديله سوس كاري وممكن نديله سوس طماطم سوس ابيض ده اكيد كله لطعم كويس جدا بس مع الاكلة دي لازم تكون فيه سلطة تكون ليها طعم شوية انا كانت السلطة عجبتني جدا وعايز اعمالها من دارة لحضراتكم مش مكلفة خالص وهي مفهاش اي صعوبة تنجام حمر مع توم ومع عفف الحار ومع لمون الموضوع مفهو الصعوبة ولكن ممكن تكون هي الطبقة الرئيسي النسبالي على اي مائدة ممكن تغمس كتير جدا منها واتأكلك كويس اوي هذا المنو فاصل بعد الفاصل نرى اخبار الفاتحة والحش واللف والفرن بعد الفاصل اهلا بكم مرة ثانية معلوق مهنية طيب قبل الفاصل كلما نتكلم اليوم على ثلاث أبواء تكونوا صعوبة ولكن فيهم تركيبة الصناعية يعني انت في البيت عملت حاجة جديدة عملت حاجة كده تكون مختلفة الحشو حسب الرغبة ممكن نحشي لحل مفرومة ممكن نحشي خضار بس ممكن نحشي مشروم وسبانخ ممكن ده الجديد بقى نحشي فراق مفرومة بس بمتابلة ومعها خضار في النص فلما نجي نلف وبعد كده نسوي ونبدأ نقطع فالسلايز يكون مدور فالتدويرة دي تكون جواها حاجة مستوية من الفراق وكمان معها الخضار في مدى الوان ودخلنا الخضار جوة الحشو يعني كل ده كله في الاخر وفي الاول ده بتاع حضرتكم عشان نشتغل على طول انا قمت بتطع بس على الصراع كده الفاصولية او الجزر او الكوسة اللي هحطها جوة الحشو تعال دلوقتي نخش مع بعض اول حاجة والتي هي المهمة طريقة تببيل الصدر دي كورومي انا جاي بصدر دي كورومي حسب اللي نحب بنخش السلوة الماركت او بنخش عند الفراقري او حسب ما منجيب منين الطيور بتاعتنا بتلاقي عنده الاحجام كلها فيه ممكن تلاقي صغيرة زي دوت وتلاقي فيه ممكن كمال حجم اكبر وحجم متوسط يعني حسب الرغبة تعال نشوف مع بعض كده واحدة واحدة ونركز كده مع حضرتكم ونشوف اين الموضوع طيب انا محبش الدهون يعني اي دهون زي كده هنشيلها من دلوقتي اهو عشان بس مبقاش ايه يعني متضايقين من شيء ماشي الكلام طيب بسم الله كده زي بحرقكم شايفين اهو ده السدر اللي احنا بمشتريه من اه مكانه بكل احتوياته انا هعمل ايه هبق اشتغل فيه بمزاج واحدة واحدة مع حضرتكم عشان انا عارف اللي هيعمل كده ورايا هتكون امي او اختي او حد من اخواتنا البنات يعني الموضوع لازم يكون فيه بفوش سرعة كتير عشان ما يوقاش الكاميرات مش باضحة مع حضرتكم انا هبق اول حاجة اه بشوف وانا بشتري عايز اعرف هو سدر دي كرومي ده فرش وانا مش فيها عم في البلد يو كرشوعي البلد في كل الاحوال طعم كويس جدا حاجة بلد المصر بتاعنا طعم كويس جدا طيب لو جدم دوت هبقى طعم واحش اكيد طبعا لا باب اجيبها كده باب اشوف ان انا استوي معاها بسرعة لو انا مسكت كده وعملت كده بمص حضرتكم اهو منديق فلت نعمة جدا اهي حضرتكم في حاجة لان هيبقى اه زيادة بالروحة طبعا انا ممكن امشي عندي حاجة كتير جدا لو عندي كمية منها ممكن امشيها عندي بكاتة ممكن تمشي عندي استيك لو عايز امشيها استيك يعني نعمة بالروحة كده بالروحة كده من حتة صغيرة جدا اللي هي الفلت بتاعه اهو تمشي معاها مشوية تمشي على سيزة سلط لو عايز امشيها سلطها تمشي معايا يا شاورمة لو حبيتها مشيها شاورمة صنية المهنيين حبيبنا وقع على مهلنا وقع على مهلنا بناشي نظفر ونسمح كم علاقة لحسنا طعام حاجات دي بسطة جدا وللأسف الكبير ان احنا لو اشتغلنا بيها متعلنهاش ولو سبناها با ما بتتكلمش عنها فالصح ان شغلاتنا نتكلم عليها طيب انا عايز احشي ده هحشي ازاي بقى وهربطه بالدبارة وهعمل فيها صناعي وبصوا يا جماعة وتعلي يا كاميرا الموضوع هايف جدا ساندوتش احنا بنفتح حتة صدر الفراخ نحشي جبنة ونديله حتة خلة ونحمره في الفيشتار بيبقى طعم عالمي هعمل كده بس في صدر اكبر طيب لو انا عزفت حسدر ده عندي حتتين ممكن ابدأ هنا او ابدأ من هنا حسب الرغبة هاجي من الحتة اللي قدام دي وابدأ بالسكينة كده بسم الله اهو وعمل كده معي هوالي بعد اذنك عشان بس سيد المشاهدين يبقى عندهم الشكل وابدأ اغوط ايدي اهو اهو كده كده وابدأ اعمل كده واجه عند الحتة القشنة وابدأ اشتغل عليها في عرقة هقابلني هاخده بالعرض كده اهو كده وابدأ تاني 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 اهو ماشي الكلام انا عملت الكتاب قدامي مفتوح طيب هشتغل علي كده لا هاجيب عند المبط وابدأ هرياحة شوية بس عشان تبقى معي اوسع وبينة شوية ماشي الكلام هنا انا فتحت ان انا عايزه وعملت الشكل ان انا محتاجه اول حاجة هعملها قبل الحشو وقبل ايه كلام اخش تليفونات بس عشان نوضع دي وبعد كده ناسف ونعمل احنا عايزين هافتح الفلفل الاصمر وابدأ اتبل كويس جدا عشان دي زفارة يعني برضو مهما ان كان اللحوم في بدايتها تبقى زفر شوية فانتبل ونبقى عندنا كل حاجة في الامان حابة الفلفل الاصمر وهاجيب عندي حابة بوارب مشكلة في النص كده عايز احيق الحاجة وغالي لا طعم بقاشر موضوع كده يعني شكل حلو خلاص وهاجيب عندي كمال له متوفر عود ورزماري اللي هو اكليل الجبل اللي انا كله عارفينه زي الزعتر كده مش كتير برضو هو على قدي راحتي نص كده هنا خلاص كده عملت ما عايز كله هاجيب عندي بشكل بسيط من السمعك الفلفل ده هاوديه فين ماشي حاضر هاجيب عندي ربع كيلو او نقول مثلا على قد المقدار الفراخ مفرومة او ممكن استخدم الفلتو اللي عملته كمفرومة هتعمل يا سيدي هابدأ هعمل كده وهابدأ احط في النص اهو والتاني نفس الموضوع وابدأ افرش كويس اوي براحتي ان انا عايز كل الكمية بتاعتي مش هحط كتير عشان خاطر تقفل كويس معاي اهو ماشي الكلام حالو كده اهو تفرش كويس اوي لو لزق حبة مية هيبقى الموضوع كويس اوي هنا كده حط حبة العشاب اللي في الجناب دول وابدأ اجيب مثلا عندي مثال مثلا جزر في النص كده ومثلا كوسايا في النص كده ممكن نحط تانية فاصوليا كده وممكن نحط تانية عكس يبقى اللون مختلفة موضوع بفوش حاجات كتير ولا في حاجة صعبة هادي حابة بابريكة كمان على الوش وممكن كمان حابة ملح عشان خاطر اخيال الخليب بتاعي متابل من كل حاجته تمام تمام وهابدأ هعمل ايه هابدأ هقفل تاني زي ما فتحت اهو كده اهو زي السندوش بالزبط وابدأ قليب الناحة تانية اصبح ان انا حشيت من غير اي شيء دياني الحشو ده كده خلاص لان عندي بقى لسه كمان فيه دبارة نحن نتعلمها ببعض ونعرف نتعامل ايه لان الدبارة دي ساعات ناس كتير جدا يعني بتبقى المشكلة فيها اني مش عارفة الاول من الاخر فيها خلينا نفك الدبارة بحياتنا خالص ونبدأ نجيب نعمل لضمة زي بيقولوا كده شوية ايه اللضمة دي خليك معايا انتي بسبك من مرأة الدجاج والزيت والحاجات دي اصبوري علي اهو اهو ماشي الكلام اهو ماشي الكلام اهو ماشي الكلام اهو ماشي هابدأ 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 اول carbohydrate فهابدأena وسيخرج بي لا تقلوش استاني ملت 40 انتي وتقول لي ازازت الزيت و ازازت الغيت و مش عارب عين كالكع طلع دي كده لا هي لازت تكون طويلة طيب لا وقال اي هو ده اللي محطوط قدامي بس شتتنا الناس من هنا ههواري اسكوتي بقى ههواري هابدأ هعملها تانية من جديد وهقصرها تانية و لو عرضنا نزود تانية يلا ماشي هعملها تانية يا اخوانا من جديد هالضم اللضمة دي اهو ماشي الكلام و كمان واحدة ماشي يلا يربعها على رأي ههواري ماشي وهالضم دي كمان عشان تكبر كده على السريع كده على السريع ثانية واحدة اهو حلو هجيب دي الاول اللي اتفقنا عليها وهعمل كده اهو اول واحدة وهبدأ هعدي من دي كده اهو ماشي الكلام وهبدأ هاقفل كده كويس ماشي الكلام وهبدأ هجيب بسبوعي كده و ابدأ اقفل كده ثانية و ابدأ هعمل كده اهو و اعدي دي كده و دي كمان و ابدأ اقمر كده معي اهو ماشي الكلام واضح يا استاذة عايز كل المشاهدين يخشوا يعملوا دي ولا في حاجة صعوبة النسبة له اهو كده و كمان واحدة والدو في الاخر لو دوبارة زيادة معي ممكن اخلي كل ده كله برضو معي مفهوش اي صعوبة والدو في اخر حاجة و ارح اقفل بالشكل ده اهو اهو ماشي الكلام و انشيلا كمان حلو الكلام هتعمل اي بقى ثاني هجيب عندي حبة فلفل اصمر هتببلا كويس جدا و حبة ملش كده اهو بصوا بقى فين الفرق عندي ملضومة لطبك ويسه جدا و اجيب عندي الفلفل اللي انا حطيته على الطاعة بطريقة عشوائية هيكمل معي الشكل اللي انا شايفين ده هتعمل اي تاني بقى هجيب عندي بسيط اوي كده من زيت التوم على الوش حلو الكلام و كمان اي تاني مع الملح والفلفل و هدي عندي حبة ببري هحمر بيها السيدر التركي و هجيب عندي معلقة زيت سخنة زيت سخنة يعني حالة تكون سخنة فيها الزيت اهو الصدمة بتاعمل كده اهو دي الصدمة واحدة كمان هشيل الحاجات اللي قدامي دي تاخد باية صغير جدا وبعد هبق دي الخضار اللي احب كله عندي بوكي جرني بوكي جرني دوت اللي هو صحبة الخضروات صحبة الخضروات دي اهو اللي هجيب عندي رقم واحد عندي طماطم اهو رقم اثنين عندي جزر كرافس كورات مش شكلة كم زبدة عايزة تعمل امور تنزل هكتول كدهوت كمان عندي بصل مكعبات او اي تقطيع انا حبها دي بوهرات تانية مشكلة عشاب زي رزماري وحبهان كل ده كله انا بلس وخضاعي ماشي الكلام اهو نحيو الكلام بالجنزبي اللي هو حبيت وكمان عندي طوب اهو لو فايست شوية ما عندش مال اهو وعندي الاعشاب بتاعتي كله بتسع انا عايز ان تبقى اكتر وانا مش دخلنا عربها هخلاتي ستوق ادام حراتكم كده اهو في ريحة بقى عفرة بس اكيد ليه ريحة ريحة دي هو البهارات اللي حطناها والتكبير اللي انا عزناها كلها اي تانية ممكن نحطها عليه هجيب عندي كمان سلس الطماطم وعصير الطماطم الاتنين نشيل حاجات دي كده وانشوف شكل الموضوع هيبقى عامل ازاي جيب معلقة هم سلس الطماطم زي حركم شايفين اهيه هنقول مثلا نحط عليها معلقة كمان معلقة ماشي الكلام ماشي الكلام ماشي الكلام ماشي الكلام ماشي الكلام وهبقى اكون محضر عندي مية بردة او مية زخنة افضل تكون مية زخنة افضل اي بسم الله الرحمن الرحيم وابد انزل بالشكل ده اهو غطيها يعني غطيها مية اهو وهتنزل كمان كل الجوز لنزل كله من السدر اللون شايفين ادخل ثاني كمان بالمرة اضع حبة ملح كويسين بالبرق اهو حبة كمان حبة بهرب من بدعتنا ماشي الكلام حالا وحبة الفلفل اصمر تماما كده ونعمل ايه بقى نجيب الغطى ماشي اهو ونغطيها ونسيبها تأخذ وقتها وتعيش حياتها ماشي كده انت عملت سيدة ديكررومي بالطريقة من غير ما تدخل الفرن طب لو هتدخل الفرن ينفع ينفع عكيب لكن ادخل الفرن الهدف تسوية ولا اخد لون الاتنين موجودين معين انا خدت تسوية على النار وخدت اللون برضو على النار دي اول حاجة اشتغلنا فيها لا يوجد صعوبة في عندي طبقة تانية هبقى اشتغل فيها ولكن هطلع فاصل ثم نواصل اهلا بكم مرة تانية معلوق مهنية طيب قبل الفاصل كنا باللف السدري ديكررومي وزبطناه وعاشنا عياتنا فيه ودخلنا خلاص ياخد وقته في النار والحاسب وعاش حياته ولا شغال كده محضراتكم جدت مقعبين زبدة مع معلقة زيت ومحمل عندي حبة شعرية حبة الشعرية بصراحة سأقوم بها كأرضية تحت السدري ديكررومي ولكن سأسقيهم بمرأة ولا بشربة ولا بماء سأسقيهم بالجوز السوس الجميل الريح الحلوى ولكن انا نشوفها الواحد وهي باينة كده لما تستوي الموضوع هيتقل وهتشوف الشكل عامل ازاد هاخب من دي وحسائي دي هيبقى الموضوع عندي طعم كويس جدا هاخب المعلقة الشعرية هاخب المعلقة عادي جدا زي الرز او زي اي حاجة مع طبعا حتة من صدري ديكررومي اللي محشي من فراحة تتحمل عادي جدا هاتديها عندي بصلايا صغيرة جدا لا ممكن اطعمت اي حاجة انا عايزها كخضروات لو حبيت بحبيتش خليها كده مش محتاجة مني اصلا حبة ملح حتى بس الحمارة تاخد لين الجلد عشان انا بحب الشعالات كون متلونة شوية طيب في عندي حلة تانية سخنة والحلة دي برضو نفس التركيبة انا حيب ااخد الحاجة تبقى ليها اللون شوية جايب عندي نص كيلو ده مبيس هعملون طاجن بس طاجن ده على مزاق شوية طاجن ده زي ما قلنا ممكن اي حاجة انا همشي عادة جدا بس انا عايز اعمل فيه حركة كده حلوة طبعا قبل ايه كلام حابة بوهرات اهو عشان خلي الطعم حل على فكرة البوهرات دي توقع بوهرات مشكلة حسب زوء اللي بيعمل الاكل يعني ممكن حد في البيت بسلا يحب جسط الطيب ويحب الحبهان حسب الرغبة بس انت تروح العطار ويتخليه يعمل لك البوهرات بتاعتك انت ولازم كل حد فينا في البيت بوهرات مختصة البوهرات السبايش شوية البوهرات اللي فيها اعشاب عطرية شوية حسب التركيبة وده اللي بيبقى في بعض المطاعم وبيميز ده عنده انا جايب مص و جايب الدبوس هبدأ هاعمل كده بس فتحتين شوية تاني مع بعض اهو كده وكمان تبقى شكلها حلو جدا لما تستوي وكمان كل تببيلة والبهرات وكمان السوس اللي هحطوا عليها سيخش ده الفراخ من داخل العض مش هيبقى بس كشكل التركيبة ده مش صعبة ولا فيها حاجة بمقص او ممكن عاد جدا لو فيش مقص ممكن تمشي معاها بس سكينة حبيب زيت صغير جدا اهو تمشي الكلام وكمان ممكن عندي معلقة توم سوف أتقلبهم على السريع وهم لسه في الطبق لا أضع شيء خالص غير حبة بوارات فقط للريحة سوف أجيب عندي الحلة السخنة سوف نزل بالشكل صدمة كالعادة أو شوالة هذه تبقى لها طعم جيد جدا على فكرة ليس فقط لون وشكل وجود فأنا أريد طعم جيد حلو الكلام حبت الطوم أكيد ليس هرميهم يعني أكيد هسعبوا علي لأن الطبق عارفين أنه ليس موضوع غالي فارمو هو اللي صعب شوية وعندما أجيب بقية التركيبات أو بوارات سوف أعمل عليها بشكل بسيط هنبص بسا كده عليها بصوا يا جماعة اللون الطبيعي متاع أي حاجة نزل على نار سخنة أنا عايزه بالطومة بالريحة دي أنا بحاول بصلاحة ربنا أمحي حاجة اسمها زفارة فأي أكل ممكن نكون شاكين فيه الزفارة دي مش مطلوبة ولا ليها أي حاجة عندي خالص ومش عايز أشمها ولا بحتاجة الشعرية كده زي الفل أهو زي بعركم شايفين خالة اللون أنا عايزه واحدة واحدة زي ما عارفين أو زي ما أمهاتنا علامتنا الرزة حابة حابة بيبقى لونه حلو وطعمه جميل جدا طيب هارجع تاني نوات الفراخ وهبدأ هقلبها كويس تاخد اللون بس هتحط لها ايه بقى يا سيدي تعالوا كلا نبص مع بعض هتحط لها ايه والله انا فكرت احط لها عندي بطاطسايا ناقحة ماء عشان خاطر مدوقش معي مسمرة عندي بصل عندي طوم عندي جنزبيل عندي زبدة عندي فلفل الألوان أو فلفل أغضى حسب الرغبة عندي فلفل حار عندي كرافس ده كله يمشي معي بطعب جويس اوي معلش بسبعك انا ياسف معلش بسبع والله أستاذ ركامي يا فنب ركامي يا فنب السلام عليكم ازاق حضرتك عليكم السلام ورحمة الله وبركاته منورنا يا أبو عمو أخبارك انت ايه الله يخليك الله يبارك فيك وأخبار قريبنا حبيبنا ايه عندك في أسوان تمام كلهم تمام الحمد لله يخليك دول أغلى ناس عندنا دول على فكرة الله يبارك فيك الله يخليك باشا وأخبار عندك غرب سهيل ايه والجنوب ايه اعملت عارف غرب سهيل وكله او ايه انت منين؟ انا من أسوان من كومومبو من كومومبو اكدع ناس الله يخليك الابارك فيك روحت ادغيك والكومومبو عندك والله روحت انك عندي حد حبابي هناك ما تيجي الشرف لها باشا والله ان شاء الله بإذن الله قريب نجيلك تاني ان شاء الله الله يخليك الابارك فيك وأمورني عمر اه لو سمعت عزي عرب بس الجنبار المشوي يتامل ايه عناية حاضر شكرا جدا لك طبعا انا للأمانة اهل اللقصر واسوان بالذات دول او النوبة بالذات طبعا اهل كومومبو على الراسي واللقصر على الراسي والناس دي كلها على الراسي واحسن مننا كلنا ولكن اهل النوبة بالذات دول فيه حتة كده من عند نقر عشرتهم كتير في الغربة فعرفت معنى ايه واحد نوبي او اسواني ناس رجلة جدا ويخدموك في الغربة اكتر من اهلك يعني لو لك اهل هناك هم دول اكتر منهم كتير جدا فالنوبة دول الناس محترمين واسوان كلها واللقصر واهل السعيد كله عملنا قبل كده حلقات عندهم ولكن ان شاء الله هعمل تاني ان شاء الله حاجات تانية مختلفة على الحصل ولكن اهتمامنا او تليفزيون النهار بيهتم شوية بنقطة المحافظات اللي ليها اصول وليها تاريخ في مصر زي النوبة فان شاء الله نعمل حاجات اكتر واكتر ان شاء الله طيب مستمعك نادا يا نادا انا الحمد لله عامل ايه عمر اخبارك انت ايه الحمد لله كله زي الفل واخبار الشرقية ايه الحمد لله عاملين اكل ايه النهاردة النهاردة ايه خميس محش عاملين محش وبط النهاردة صح بس انتوا عندكم عدد هناك محش وبط خميس ولا اربع كفتة وكيف حالة صح كده؟ ايه بس احنا بنختلف شوية احنا بنحب نختلف عن الاخرين احبه تغير شوية الموضوع تمام ماشي طب قوليلي عايزة النهاردة اساعدك في ايه؟ لا انا عايزة شرقية عامل الشيز كيك الشيز كيك علاجين حاضر ماشي و ايه كمان؟ علاجين حاضر علاجين حاضر تحت عمرك بشكرك جدا و بشكرك اتصالك اهلنا في الشرقية فاشيا زارك لما اقدرش تتكلم نحل الشرقية بالذات دول وعلى رأسنا وحبابنا طيب انا اللي هستغل الطبق هو هو وابد اجيب عليه البصل كده والكرفس والكرات اللي هحطوهم عشان اخد طعم الطوم وفف الحار اكتش هاخد فلفل واحد الفلفل الرومي يخليه في الاخر هدى انزل عندي بالخليط ده بالشكل ده واجيب عندي المعلقة بتاعتي وانزل كل حاجة في الطبق ده بالشكل ده وقلبهم تقليبة حلوة اهو مستدون الفلاخ عمل ازاي؟ عفوا فلفل والله مشانا تقليبة حلوة لو اضع طباطم حدوة من هنا هبدأ هعيش حياتي وانا هستس اي نوع صوس لو اضع طباطم من دلوقتي لو اضع صوس كريمة خليه بعدين المساوي لو اضع صوس ديمي جلاس برحتي حسب الرغبة و البطاطس كمان تنزل من دلوقتي حتى انها هدية عندي حبة مرقة حتى تستوي ويبقى الموضوع مطعم كويس قوي حتى اعمل طاجن حلو اضع طاجن ده خليه قدامي على النار وبعد كده هبدأ ادخله عندي الفرن هلنبص بصة كده على الجمال ده والشكل الحلو دوت والريحة اللي انا مش هينفع بحها لحضراتكم والله اصلا الريحة حلوة وحلتنا وميتنا والتركيمة انتو عرفين اخوكم السكتي بس انتو جربو وشوفو والله مش الحال يعمل حاجة كويسة ما تقولوش كمان بس اعملوها اهم شيء والله ما مشيتش انا قابل للنقض في اي شيء في اي حد يكلم معها في الطبخ نعدل ونتعلم انا معندوش بنيا خالص بس اهم شيء الحاجة تكون كويسة ومعمولة بريحة كويسة وطعم مميز هو ده اللي يخليك انت في البيت او انت في البيت يكون مميز على حد تاني كما قلت لحضراتكم ان انا هتدي لي طبعا عندي حبة مرأة عشان يستوي بس اي المانع لو جبنا حبة مرأة من هنا وحط راب على ده يعني اكيد سيبقى احسن مليون مرة من المياه واحسن مليون مرة من مرأة مكعبات او مرأة فراخ او مرأة او مرأة دي كرومي سيبقى الموضوع المختلف لان احنا متابلين ومبهارين او يلا كمان واحدة كمان او اثنين وشوف بقى الموضوع بالحبهان وورق الغرب والحاجات اللي حطنا كلها الموضوع هيكون عامل ازاي بس احنا عملنا حاجة ما اخدناش بنا منها دلوقتي احنا شغالين انا كده حطيت نفسي في حتة ان انا لازم حط سوس طماطم ليه؟ السوس احمر وطماطم يعني كده اتزنأت في القصة دي ولكن ممكن يكون فيه تغيير او فيه حاجة هنشوفها بعد الفاصل اهلا بكم مرة تانية معلوق مهنية طيب قبل الفاصل احنا خلصنا تاني طفق وسابينه ياخد وقته وليش حياته حطنا له حبة من اه سوربة او مرأة الديكرومي اكيد الموضوع بيختلف سيبه عندي بقى تاكتل كده وزودتونه عندي حبة فلفل حار لو حبينا يعني التركيبة براحتنا حط اللي نفسك فيه حط اللي عقلك يحبه واو اللي دك تحبه الاكل ولا يا جماعة مش بعيار ولا مقدار الاكل مزاج وليقول غير كده يبقى بيهزر لاني حلوة لاني دي الاكل لو دخلت اي مطعم بالدنيا بيعمل اكل كويس اوي عايز تعرف هو عمل ايه على فكرة هو مقراش ومكتابش ومذاكرش ومراحش غاب من نت ولا منشيفه هو عمل الاكل بنفس فطلع اللي في عقله فسست من نفسه ان دي تابلتي انت في بيت نفس الموضوع انت تعمل سبك النهاردة بتحب تكله اه توم زيادة لا 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 انا مريش في التوم وهو مش في كرافس بس بحب بحط دير حان ولا ده ولا ده خالص بتعمل الاكل بمزاجك وانت بتاكله بتحس ان انت عامل اختراع ما فيش حد في الدنيا يقدر يعملو غيرك انت وبالفعل حدش في الدنيا يقدر يعملو غيرك انت لانك انت اللي حبيت تعمل كده في الطبيقه في اي حاجه بس الموضوع كل الاكل كله خالص يعني متربنا علي بنا تلاتين ربموط سنة مفيش تغيير بس انت لو حطيت بسم في دنيا البامية اللي باللحمة داني شلت اللحمة داني حطيت ربع كمي اللحمة مفرومة بس داني مع حبة حمص مثلا حبة بقدونس حبة كسبرة عصير لمون غيرت المقياس غيرت المعيار خالط بس عملت حاجه حلوه جدا انا حطيت حبة شعرية هنا زي بعلكم شايفين تشربوا خلاصة هم مفهمش حاجه بنفس المرأة زي ما اتفقنا مع حضراتكم سيبع عندي تبخر وبعد كده نحطها دي تحت الديكورومي وسيبعها شوية عندي الناحة الثانية زي ما اتفقنا حبة سلطة بتنجان بتنجان محمر مفوز صعوبة ولكن هعمله طشة بالطماطم هجب عندي التوسط زي ما هي سخنة كده وبعد كده نحطها فيها معلقة زيت بالعشاب ماشي الكلام وهجب عندي رياح حشوية عشان سخنة ماشي الكلام وهجب عندي حبة طوم زيادة مش كتير قوي يعني معلقتين طوم مثلا سيب الأول الزيت بس يراح شوية وفلفل الحار وعندي كمان التماطم الصغيرة وعندي بتنجان بتنجان هو طبق الرئيسي في استعماله الطاشة بتاعته مش تاخد مني اكتر من دقيقة واحدة على النار خلينا نبص على الطاجن الحلو دوت زي ما انتشايفين وعندي الناحة الثانية هنا التكتكة عايش حياتها وتمم التمام على فكرة ممكن بردو هزود على الحبة الفلفل دول بردو عندي فستلطة لو حبتهم يعني ممكن نزيلوا عندي يتشوحوا كده تشوحوا كده بتنجان واسبوا معرجام واستغلوا الطاصة نفس للموضوع لديها الطاشة ده موجود وده موجود انا شايف انه ممكن يتشرب اكتر نزود له احبت مرأة تانية المرأة التانية عندي احبت ده اول حبة غني بسم الله بسم الله ومسك كده قلت تقلبتين صحبة البخرة هنا قلت ده برضو ويساب ده كده تمسك كده تبتش هزود 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 حمرته على السريع فتش منه وقت هبدأ اطلاقه على التنجان اهو واستغل نفس الموضوع التاسة السخنة مع مع علاقة التوب اللي اتفقنا عليها بسم الله مش الكلم تقلب كويس جدا ريحة التوم مع الاعشاب انه بحطه في الزيت عملة ريحة كوية جدا هنزل عندي فلف الحار هي سبايس شوية مع علش كده تقلب كده كده طبعا اللي عملتش فلف الحار وتوم لازم يعتصله عطسين ثلاثة مع كحيتين كده البتنجان اللي خلاني اه حاس ان انا هعملها كحكحة بسم الله هنزل طبق حلوة كده اه اه طبق يكون شرح كده وبرح ونجيب عندنا رشة ديكال ديها كده شغالة نجيب تنجان مع الفلفل الرومي محمرين مش تاكل دوت انا بقى من الناس اللي خلالها في قلبة بعد الماكل من النهاردة وحطها عندي في التلاجة وبقر اكل منها وبعد اكل منها هنها تمشي معايا كده وقت والطاشة دي كده خلاص كده وابدأ اعمل كده اهو على الوش ماشي الكلام حبة لمون حلوين اهو عايز احط خال اللي ما عندش مانا حبة لمون موقن كمان حبة خال مش كتير وكمان حبة ملح لو حبيت محبيتش مش مش كده حلو الكلام وكمان عندي حبة البقدونس اهو ويه شكرا مش عزقة من كده ده اول طبقة لحضاناتكم افص قوبة عندي غاص تعالي لما حاجتنا بقى عشان نبدأ نغرف ونزبط نفسنا تمام التمام حلو كده والنما بقى الدني دي خالص عشان انا كده ايه احس ان احنا عندنا عزومة العيلة فالدني كتير تمام تمام الجنبار المشوي اي جنبار نحبه هنجيبه بقشره هنشوي بالقشره احسن طيب هنشيل طبعا اول حاجة او اول الكلام عند الظهر فيه سلسلة كده السلسلة كلها هراملة اكيد ملاش لازمة عندي طبعا اعمل ايه فيها السلسلة هنشيلها كده بصنعة لطافة وابدأ هنفكها كده باول حتة من السكينة وارح شادد على طول هنطلع معها كويس اوي طيب هراتك عبارة عن ايه عندي ملح كمون طوم مفروم اي نوع زيت انا بحبه الافضل لو زيت داتون امتوا تحبوا زيت داتون في النوبة اوي حتة زيت داتون قلب كويس جدا حابة ملح حابة لمون زيادة واحصر لمون كتير طوم مفروم وحابة الكمون كمون كمون مش كتير عشان ما نمررش والزيت وقلب كويس اوي لو عندك رحان مش كلا ما عندكش انا راضي وزيال فل تبب الكويس اوي سيبهم ربع ساعة او نصف ساعة خش المطبخ سخن طازع حلوة اوي لا تبقى محمر وشوح يمين وشبنات لقى الجنباري بشنب وكده بالدل بالدهر بحمر سيبها قليلا ستجد الموضوع عندك لو عايز تخليه جوسي ممكن تتضيله يعني اذا يقول كده غطى مية ما تزوجك طميم وصيبه عندك لمدة 5 دا ودوق وقللي ايه الاخبار طيب هذا التاجن عايش حياته دعونا نظروا لو انا عندي هنا مساحة ممكن اقدر دخلها عندي الفرن تمام لا ممكن دعونا احسن فتاجن واطلع على طول احسن من هنا مش محتاج لدخل الفرن مستمعك بطول ايه تمام عايز تختمي لا اصبري عليها شوية لكل يوم بلعني من نفس القصة دي طيب عايز اعرف السجر ده هستوي امتا ولما هستويه هعرفه اززاي لما انت برضو طبقت وعملت كل ده كله وهتقدم وادئ في الحلقة وانا مش عارف هستويه بالو قديه انت بلق شغال حوالي مسلا ساعة هل هيعود ساعة ونصف ولا ساعة اللي روبا انا مش عارف فديه برضو حاجه نجيب سكينة الفياعوي نجيب كده غزة كده حلوة تعالي شوفتها يا أستاذ دي ولا لا هتكيرين وتعالي معايز بيكلي من ميديم شايفة دي بص السكينة دي بص حضراتكم او الغزة دي طلعت اقود ده بحضرتك طب انا عايز ابيانها هارفحها في طبق لازم نرفحها في طبق عشان انتبان ده دوري انه باين دي يعني كويس كمان مش بس اهو ده السدر حضراتكم اهو ماشي الكلام معايا وعادي السكينة بسم الله بص حضراتكم اهي بص حضراتكم اهي طلعت ايه ميا طول ما هي فيها ميا ما استوتش شكرا طيب يعني ايه ما فاشم يعني امتى هتبقى فيها هتنشف شوية هتنشف لما تستوي طول ما فيها ميا ما استوتش طلعت حاجة غير الميا يبقى اكيد ما استوتش برضو ده الطبيعي طيب طيب الطاجن ده يعني اللي بيهزرش خلاص كده خلاص خلاص الكلام ايه زي ما حاكم شايفين اهو باين جدا طيب تعانا نشف تلك التورك ده بعد ما يستوي هنعمل فيه هنقطعو على السريح طيب تعلا نقطع على طول بسم الله انا ليس ايه أبرض شويه زي ما حاكم شايفين اهو وبا اطلعه كده وبا اجيب عندي المقاص اللي كنت تمسكه واشيل كل حاجة مش عايزها زي الضبرة دي كلها اهو خلينا نشيب من الجنب أحسن كده هرافش اشتغل كده ثانية واحدة خلص احنا خلصت خلصتنا يا شتنز نا بس كنا عايزين نوضح لأمه طبعا أنا عامل ده عشان خاطر أنا عارف ان هو مش هياخد دلوقتي كافي بس لازم يكون كل حاجة باينة لحد الآخر ضط على التاجن ده عشان نكمل تسويته بخاره والغرف على طول في التاجن بتاعه قدامه وانا رجعتها نبدأ نقطع ده وانجهز على طول الشارع عندي خلاص خلصانة وطبق السلطة خلص خلاص نبدأ نفوق كده بالحطة خالص اهو بسم الله الرحمن الرحيم على فكرة انت ممكن تسمي تبقى ايدي انا على فكرة مش شرط يكون اول الاكل بس دايما يعني انت لما تبقى شغال تبقى خايف الحاجة تطلع غلط بس ستر ربنا دايما بيكرمك منت دوقتي إلا يا خليني مثلا هكون خايف من الدبارة بس برضو يعني حد يفكرني من الدروش ولا بتاع يعني انتوا عارفينه بس لازم برضو نكون ايه واخدين بالنا شوية من اللي احب نعمل اهو قلنا خالص باقي نقاول اللي مستوي على فكرة يعني مش حاجة اننا نوضح وهقطع دلوقتي وطب حضراتكم ونشوف بس نشير الدبارة عشان نبقى عارفين كل حاجة كده اهو كده اهو طبعا حسب زي ما احنا قلنا عايزين نمشي الحشو ايه براحيتنا خالص بكرة مين اللي جاي يا ردو اهواري في المسابقة انا مش عايز عارف السن انا بتكلم على الاسن بس بكرة عندنا ماشي طيب منين جايين من مصر انا من برا من شرم الشيخ ومن الكاهرة يعني الموضوع يكون فيه ايه بالسامة تاعبت عشاننا ده احنا نزل من رياحة طبعا تيجي بالسلام ان شاء الله ماشي بكرة يا جماعة مسابقتنا هتكون بشارم الشيخ اه حد جاي من شرم الشيخ يعني واحد من الكاهرة هتكون منافسة اه ما بين بلدين او محافظتين مش عارف الموضوع بس ان شاء الله طبعا ان شاء الله طبعا ان شاء الله من واحدة ونص لحد الساعة الثلاثة اه مسابقة طبعا تكون اه ما بين اخواتنا في استوديو لقمهنية نشيل طبعا لحواليه عشان نقدر نشوف الشكل واضح وحنا من قطع ونقدر نعمل كل حاجة نشيل تاكده خالص كده حلو الكلام خلينا نجيب اه 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 اطرنش خلينا نجيب سكينة اكوة ماشي كده بسم الله الرحمن الرح مش سامعك الحواطر اه مش يا جماعة اه معي او استيستي اه اه ده الحشو اللي حشناه على فكرة الكوسة البطاطس اي حشو تحطيه براح تقارز بيطلع معاك بلاستياز ده ومستوية وزال فل وما فيهاش اي مشكلة خالص خلينا نجيب الشعراء ونغرف على الحواطر يلا ننشي كده نحط مش حط كتير عشان خاطر ان حضرتك انا عارف خلينا دي بحبة كمان عالي يا استاذ ايلا عشان دي بتصير باع انا عارف عشان علي بس كده على كارضية نعمل كده ننشي الكلام ونحط عليها حبة جوز الحلو ده لان انا عايز اعمل الصوس بصراحة بس انت مش بداني وقت ننشي الكلام يطلع عارطول حلو الكلام والطاجن خلصان جال فل ينزل عارطول بسم الله اهو باقي الكلام قدام حضراتكم ايوه ايوه والله عزيزي هتختمه هتروحه وصبره علي حاضر صبر بالله يا جماعة في انت تقولوني هسيب الكاميرا اوشي طيب طاجن الفراخ اللي عملنا مع حضراتكم بالدنابيس والبطاطس صنط البتنجان بالتشة وصدر ديكوررومي هو المهم عندي باللافة بتاعته بكل شاء الله دي كانت حلقتنا بكرا ان شاء الله بعدنا من الوحدة من نص حد ساعة ثلاثة مسابق الطبخ السلام عليكم اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة